بعد تصديق محكمة التمييز البحرينية حكم الإعدام بحق المعتقلين أحمد عيسى الملالي وعلي أحمد العرب بصورة نهائية غير قابلة للطعن أمام أي محكمة أخرى أصبح الحكم واجب التنفيذ في حالة تم توثيقه من قبل الملك حمد بن عيسى تصديق يمثل تأكيدا جديدا على حجم الانتهاكات المتراكمة لحقوق الإنسان في البحرين بعد استناد المحكمة على اعترافات منتزعة تحت التعذيب من قبل الملالي والعرب المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان اعتبر أن تأييد أحكام الإعدام بحق ضحيتي التعذيب علي العرب وأحمد الملالي هو انتهاك مباشر للحق في الحياة يحدث من دون أي تحرك للمجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة واستنكر استمرار البحرين بسياسة التعذيب الممنهج ضد المعتقالين ونزع الاعترافات تحت وطأة التعذيب لتسترى أحكام الإعدام في محاكمات غير عادلة وفي حين وثقت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان الاعتداءات الجنسية والتعذيب الشائعين في سجون البحرين انتقدت منظمة العفو الدولية استخدام البحرين التعذيب كنهج مستمر خاصة خلال التحقيقات منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان انتقدت رفض محكمة التمييز الاستئناف النهائية بحق علي العرب وأحمد الملالي معربة عن قلقها إزاء قرار المحكمة الذي يعرض الشابين المعتقلين لخطر تنفيذ حكم الإعدام وطلبت المنظمة ملكة البحرين برفض الأحكام الصادرة عن العرب والملالي دعية السلطات إلى إعادة محاكمتهما فوراً وفقاً للمعايير الدولية والتحقيق في مزاعم التعذيب وعلي العرب كان يبلغ من العمر 25 عاماً حين تم اعتقاله في 9 فبراير 2018 من دون تقديم مذكرة توقيف وتم احتجازه في مديرية التحقيقات الجنائية حتى 7 مارس وأجبر على التوقيع على اعترافات بينما كان معصوب العينين بعد نقله إلى سجن الحوض الجاف وبانت على جسده علامات تعذيب واضحة وحكم عليه بالإعدام في محاكمة جماعية في 31 يناير 2018 وأحمد الملالي كان يبلغ من العمر 23 عاماً عندما اعتقلته القوات التابعة لوزارة الداخلية في 9 فبراير 2017 ووضع في الحبس الإنفرادي لمدة شهر تعرض للتعذيب بطريقة الصدمة الكهربائية وفي 31 يناير 2018 حكم عليه بالإعدام